نجح مصورون متجسسون بالتقاط بعض الصور الداخلية للنموذج التجريبي من الجيل القادم لسيارة روزرايز فانتوم من الخارج تبدو روزرايز فانتوم شبيهة تماما بالنموذج التجريبي في الصور التجسسية السابقة والتي تم نشرها قبل شهر من الآن على المربع نت ولكن المميز الآن أننا استطعنا الحصول على لقطات لداخلية السيارة وبالطبع فإن العمل لما ينته بعد على داخلية روزرايز فانتوم إلا أننا نلاحظ في صور تصميما مختلفا تماما للوحة العددات حيث تم نقل فهات التكيف إلى الأسفل وبالإضافة لهذا أصبحت الفهتان الدائرتان أكبر حجما ونقلتها إلى موقع أكثر انخفاضا ولم تعدها تحيطان بالشاشة التي تم رفعها إلى الأعلى وتم زيارة حجمه وتبدو الأزرار وأدوات التحكم مستعارة من سيارة BMW الفئة السابعة والتي سيتم صنع روزرايز فانتوم الجديدة بالاعتماد عليها ولكن الشاشة التي تعمل باللمس وغيرها من التجهيزات تشير إلى تصميم جديد مختلف كليا ونعود إلى الشكل الخارجي حيث يتمتع النموذج الاختباري من سيارة فانتوم روزرايز الجديدة بارتفاع أقل المركبة وفتحتين تهوية إضافيتين على الصدام الأمامي أما من الخلف فتتمتع بأنابيب عادم ربعية أطول ومن المرجح أن تستخدم السيارة الجديدة قاعدة هيكلية جديدة بالكامل كما يتوقع أن يتم تخفيض وزن السيارة كما هو الحال في سيارة بي ام دابليو الفئة السابعة التي ستخسر 200 كيلو جرام من وزنها حيث يصل وزن روزرايز فانتوم الحالية إلى 2550 كيلو جرام كما أوضح قيلز تايلور مدير قسم التصميم في روزرايز فإن التصميم النهائي سيأخذ منحا ثوريا مع المزيد من الجاذبية والإثارة بينما ستحتفظ السيارة بمحرك 12 سلندر وهناك أيضا حديث عن نسخة هجينة ولكن لا توجد أي تفاصيل عنها حتى الآن